السلام عليكم طلاب الصف السادس أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد على قناة الأستاذ رائد المسعيد لدينا اليوم إن شاء الله امتحان نهائي متوقع لنهاية الفصل الأول طبعاً هذا امتحان نهائي رقم واحد ممكن أساوي إن شاء الله امتحان نهائي متوقع رقم اثنين أو ثلاث كمان إذا كان في تفاعل كبير على هذا الفيديو من اشتراكات وإعجابات ومشاركة أيضاً مع الآخرين نبدأ بسم الله السؤال الأول مثل ما احنا متعودين في كل امتحان لغة إنجليزية هو عبارة عن ماذا؟ قطعة بكون وفي تحت هاي القطعة عبارة عن مجموعة من الأسئلة نقرأ هاي القطعة ما أخوذها من الكتاب من عندكم ثم نجيب عن الأسئلة نبدأ بسم الله في عندي هون اقرأ واجب الأسئلة القطعة تقول التالي طيب الآن بدنا نفهم إيش اللي قرأنا لما أظل الكلمة راح أعطي المعنى وإنتو بتتذكروا المعنى حاولوا تعطوه قبليي لما بنحكي the did see إيش يعني؟ يعني البحر الميت ماراثون يعني لهو سباق الماراثون إذن نحن نحكي عن ماراثون البحر الميت سباق للركض هذا متى يجري in April على فكرة April اللي هو شهر أربع شهر أربع April every year كل سنة إذن استفدنا من هاي الجملة إنه في عنا ماراثون هذا الماراثون اسمه the did see ماراثون متى بيحصل؟ بيحصل في شهر April من كل عام أوكي طيب تمام نيجي الآن the marathon starts in a man and finishes at the dead see نحاول نفهم هذه الجملة مع بعض the الماذا الماراثون إشمال الماراثون starts يبدأ وين بيبدأ؟ في عمان and finishes وينتهي وين بينتهي ترى؟ at the dead see في البحر الميت إذن استفدنا اللي هو نقطة بداية الماراثون عمان ونقطة النهائية الفنش اللي هي dead see أوكي تمام الفقرة الأول الحمد لله خلصناها المعلومات المهمة في عندي ماراثون اسمه dead see بيحصل في شهر أبريل بيبدأ من عمان وبينتهي في dead see البحر الميت نأتي الآن إلى الفقرة التالية الفقرة التالية بتحكي وياريت إن كنت ركزوا معي مضبوط the shortest race is 10 kilometers long the shortest race is 10 kilometers long نحاول نفهم هاي الجملة مع بعض إيش يعني race؟ race يعني صباق لو سألتكوا إيش يعني the shortest race راح تقولوا يا أستاذ يعني الصباق الأقصر لأنه short قصير the shortest الأقصر إذن أقصر صباق هو عبارة عن كم 10 kilometers long بطول 10 كيلو مترات إذن استفدنا إنه ماراثون البحر الميت فيه صباق قصير بيتكون من 10 kilometers long طوله 10 kilometers أوكي يا أستاذ خليني نكمل there is a 21 kilometer race and 42 kilometer race انتبهوا كويس ممكن هاي القطعة تيجي هي نفس في الامتحان نفهمه كويس there is there is يوجد أو هناك 21 kilometer race race يعني صباق هذا الصباق كم طوله؟ 21 كيلو متر إذا صار في عندي صباقين واحد طوله 10 10 والثاني طوله 21 21 21 كيلو متر والثالث 42 kilometer إذن 42 42 42 كيلو متر إذن صار في عندي أنا ثلاث سباقات سباق الماراثون بتكون من ثلاث مسافات أو ثلاث سباقات فرعية واحد منهم 10 طوله والثاني 21 والثالث والأخير 43 2 طيب كويس طبعا الأخير لحد هسه هسه رح نضيف كمان سباق the longest race إيش هنا the longest race السباق الأطول long طويل the longest الأطول السباق الأطول عبارة عن كم 50 kilometers long بطول كم 50 كيلو متر طوله 50 كيلو متر إذن صار في عندي هسه 4 races 4 سباقات وكليات نعرفنا أطولهم طيب كويس نكمل there are prizes for the first second and third places in each race نحاول نفهمها مع بعض there are يوجد أو هناك هناك ماذا prizes إيش يعني يعني جوائز لمن الجوائز كل اللي بيشتركوا بيأخذوا جوائز مستحيل لمن الجوائز لا the first الأول second الثاني third والثالث اللي في الأماكن أو المراكز الأول والثاني والثالث in each race من كل سباق بيأخذوا جائزة هذول الناس بيتوزع عليهم جوائز أوكي طيب إذن مش كل المشتركين بيأخذوا جوائز first with second with third أوكي تمام يا أستاذ فهمنا هيك نيجي الآن إلى آخر فقرة في هذه المقالة قبل ما نروح على الأسئلة بيحكي لهم the first marathon was in 1993 أتوقع العديد منك فهم هذه الجملة لكن نتأكد the first marathon يعني الماراثون الأول دائماً لما تشوفه the first يعني الأول الماراثون الأول كان في متى كان في هذا التاريخ 1993 1993 يعني لو واحد سألني متى كان أول ماراثون the first marathon بحكي له in 1993 نكمل the Dead Sea Marathon is important نفهم هذه العبارة مع بعض ماراثون البحر الميت important مهم يترى ليش مهم ماراثون البحر الميت because لأن بسبب the people in the race ما يعني the people in the race مع بعض الناس في الماذا في السباقات help charity يعني يساعدوا في الأعمال الخيرية charity يعني أعمال خيرية طب أوكي الآن استوعبنا الماراثون متى صار هذا أول ماراثون الفيرس ماراثون في هذا العام وإنه هو بيعتبره important ليش لأن الناس اللي بيشاركوا فيه بيساعدوا في charity في الأعمال الخيرية طيب ممتاز الآن الحمد لله قرأنا هذه المقال وفهمناها ننزل الآن إلى الأسئلة في عندي مثل ما أنتوا شايفين six questions ستة أسئلة بدنا نحاول جواب عليها مع بعض وخلنا نشوف شو الطريقة الإستراتيجية المفروض أن تتعامل معها في الامتحان أول شيء إحنا الآن قرأنا الحمد لله وفهمنا النص بنجي الآن للأسئلة when is the Dead Sea Marathon when is the Dead Sea Marathon نفهم السؤال أول شيء طبعا من أهم الإشياء قبل ما تفوت وقعت الامتحان لازم تكونوا حافظين معاني أدوات السؤال إيش يعني يا أستاذ أدوات السؤال بالعربي ماذا لماذا كيف إلى آخره لأنه عادة أن الأسئلة بتبدأ بهذه الكلمات فلو سألتكم ما معنى when المرة تحكوا متى متى ماذا when is the Dead Sea Marathon متى ماراثون البحر الميت يا ترى متى بيحصل بشهر واحد بشهر اثنين بشهر عشرة تذكروا طبعا أنا في عندي الكلمة المفتاحية إنه متى بدأ هنا أوكي هون موجود عندي متى بيحصل إن هو في أبريل in أبريل هذا هو الجواب في شهر أربعة تذكروا وحنا ركزنا عليها in أبريل فبالتالي بسهولة أنا لو هذا السؤال يجي في الامتحان تيجوا هون وبتكتبوا in وهي in أبريل في أربعة في شهر أربعة ممكن واحد يحكي أستاذ أنا حاب أعمل جواب كامل إنه ماراثون البحر الميت بدأ في شهر أربعة بحكي لكم كمان بيكون أحسن بس هاي الطريقة هاي المختصرة بتأخذوا علامة كاملة وما في مشكلة بتكفي إذا حبيت جواب ساوي جواب كامل بيكون ممتاز لكن هذه الإجابة بتكون كافية ووافية طيب where does the marathon finish أوكي فهمت هذا السؤال where إيش معنات where where يا أستاذ إحنا عارفين where يعني أين مستحيل مش عارفينها أين ماذا الماراثون finish ما معنى finish كلياتنا عارفين ينتهي إذن السؤال وين بينتهي يترى هذا الماراثون وين بينتهي بتتذكروا إذا واحد مش متذكر بيرجع لوين على النص وبدور على كلمة finish ينتهي فإحنا بنرجع على النص لأن هال finish عبارة عن كلمة مفتاحية فبجد هون أنا كلمة finish أوكي طيب إذن finish at the dead sea وين بينتهي بال dead sea السؤال بيحكي أين ينتهي الجواب at the dead sea في البحر الميت إذن بروح أنا وبكتب في الجواب at the dead sea في البحر الميت at the dead sea طيب ممتاز هسا إحنا هيك الحمد لله صرنا مجاوبين على سؤالين نروح على question number 3 number 3 بيحكي لي how long لو سألتكم ما معنى how long المفروض تحكوا كم طول how long كم طول واللي مش حافظها يكتبها في الدفتر مع معناها وياريت يحفظها كم طول ماذا the longest race إيش يعني the longest race السباق الأطول تذكروا كان في عنا عدة races إيش قصير وإيش أطول وإيش أكثر طولا صح ولا بد الرace الأطول تذكروا كم طوله how long نجي هون ونشوف طبعا الكلمة المفتاحية هون الكلمة المفتاحية يعني أهم كلمة بتخلينا أعرف وين الجواب the longest الأطول فباجئنا هون على النص وبشوف يترى وين the longest وين هو الأطول فبجد أنه هون والله the longest race السباق الأطول is 50 kilometers long إذا عرفت كم طوله how long كم طوله 50 kilometers long طوله 50 كيلو متر فباروح وبنقول هاي العبارة أوكي وهي بتكون الجواب اللي إن شاء الله بخلينا أحصل على علامة هذا السؤال 50 وهي 50 يعني طبعا 50 kilometer 50 كيلو متر long بطول طوله 50 كيلو متر أوكي طوله 50 كيلو متر الآن ضل عندي 4 و 5 5 6 تقريبا يعني خلصنا نوصف الأسئلة طيب 4 what كلنا عارفين what ماذا أو ما ماذا ما are there prizes for عارفينش what prizes جوائز for لأجل طيب لأجل مين يوجد جوائز الجوائز لأجل مين أوكي لأجل المراكز ما المراكز اللي فيه لها جوائز فأنا بتذكر إنه مش كل اللي بيفوتوا على السباق بيأخذوا جوائز بس مراكز معينة بتذكروها فالكلمة المفتاحية نرجع على السؤال طبعا الكلمة المفتاحية وينها prizes هاي الكلمة المميزة بتخلينا أعرف وين الجواب فأنا باجي هون وبحكي طبعا هذا إذا مش متذكرين الجواب أنا متذكر إنه الأول والثاني والثالث بس نفرض إنه ننسيت فباجي هون هاي prices لأجل لأجل مين the first second and third places places يعني أماكن أو مراكز للمراكز الأولى والثانية والثالثة in each race في كل سباق فبالتالي هذا هو بيكون عندي الجواب فبالتالي إحنا بنوخذ ننسخ هذا هذه الجملة وبتكون هي الجواب عنا للسؤال الرابع وهي paste أوكي طويل تمام هسا الآن بنروح على أي سؤال سؤال question number five السؤال الخامس بحكي لي when ما معنى when متى when was متى كان the first did see marathon متى كان إيش أول marathon لل did see بحر الميت أوكي متى كان تذكر متى كان أنا بتذكر إنه كان في التسعينات نتأكد بالله متى كان طبعا الكلمة المفتاحية هون the first the first marathon أول marathon فبنيجي إحنا هون بندور يترى وين طبعا أول marathon مفروض تكون عند تاريخ بلاقي هون the first marathon إنه كان في عام 1993 الجواب in في 1993 فبروح بنقول هذا التاريخ اللي هو بيكون الجواب الصحيح لهذا السؤال وبحكي in 1993 طيب تمام بنروح الآن إلى السادس السؤال السادس بحكي لي why لو سألتكم ما معنى why المفروض تحكوا لماذا لماذا why is the ditsey marathon important ايش معنات important مهم وهاي كلمة مفتاحية الكلمة المميزة اللي بتخلي إن شاء الله أعرف وين ألاقي الجواب أنا بتذكر إنه هو مهم لأنه اللي بيشاركوا في السباق بيساعدوا في الأعمال الخيرية help charity بس ممكن مثلا أنا مش متذكر فبروح بدور على كلمة important مهم هاي كلمة مفتاحية الكلمة المفتاحية يعني أهم كلمة في السؤال طيب فبلاقي هون أنا إنه آه والله هاي ها هون did see marathon important is important ليش because هذا هو الجواب بلش من هون because the people in the races help charity إذن صار في عندي هذا هو الجواب because the people in the races help charity فبروح أنا بكل بساطة أنسخ هاي العبارة وبتكون هي الجواب اللي إن شاء الله رح يكون سبب في إني أحصل علامة السؤال أوكي طيب تمام خلي الأجابات في اللي أنا أزرق أنا بالنسبة إلي عشان نضع الهواء حالكم أوكي طيب تمام هيك الحمد لله جوابنا على السؤال الأول ونذهب الآن للسؤال الثاني السؤال الثاني يبارى عن ماذا circle إيش معين circle يا أستاذ يعني ضع دائرة لما تشوفوا circle يعني ضع دائرة قبل ما نبلش في هذا السؤال خلينا أذكركم إذا حسين إنه هذا الفيديو مفيد لكم ورح يفيد الثانية ياريت إنه ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة الآن قبل ما تنسوا وإعجاب أيضا في الفيديو طبعا بعد ما يخلص الفيديو ياريت تشاركوا هذا الفيديو تعملوا لمشاركة مع بعض أصدقائك وعن طريق الواتس والفيسبوك وغير ذلك طيب المطلوب مني في عندي خيارين طبعا عارفين هذا النوع من الأسئلة خيارين في كل جملة بدي أختار واحد منهم نبدأ في الأول has أو have she been to the doctor طيب يعني هل هي راحة للدكتور على كل حال هل بيختار has ولا have طبعا هاي بتعتمد على قاعدة هاي القاعدة سهلة كثير بسيطة كثير بس إذا مش عارفينها على بساطتها ما رح تقدر تجاوبه صح هل إيش الفرق يا أستاذ بين has وبين have الفرق بينتهم كالتالي has أنا بستخدمها مع المفرد تمام بستخدمها مع هي of one أوكي مع هي مع شي مع it بستخدم معها إيش بستخدم معها هاز إذا الفاعل مفرد أو هي اللي ماتها هو أو شي اللي ماتها هي أو it اللي ماتها إنه أو إنها فساعتها في هاي الحالة بستخدم هاز طب يا أستاذ معناته متى بستخدم have وهي have متى بستخدم أتوقع في بعضكم ممكن يجاوبني هسه هو كأنه قاعد بيحكي بستخدم have يا أستاذ لما يكون الفاعل I صحيح وإيش كمان لما يكون you بحكي لكم صحيح ولما يكون we اللي ماتها نحن بحكي لكم صحيح وthey يعني بحكي لكم صحيح باختصار لما يكون إيش الفاعل جمع لما يكون الفاعل جمع أو I أو you لأنه في ناس بحكي لأستاذ أنا وأنت مش جمع بحكي لهم بنعاملها كأنه جمع إذن يا أستاذ إذا الفاعل واحد من هذول بختار have السؤال هل هون بختار has ولا have الفاعل she مفرد بتوخذ has أوكي شفت البساطة بسيطة جدا بس أعرف القاعدة إذن أخذت has السبب أنه في عندي she طيب ما شيء الروع لتو في عندي we have seen أو has seen grandpa يعني نحن رأينا جدنا طيب إيش رأيكم have ولا has seen طبعا أخذناها قبل شوى القاعدة أنا في عندي we الفاعل we نحن وهي عندي we شو بستخدم ما حها have ولا has لا بستخدم ما حها يا أستاذ إذن بسيطة بنأخذ have seen هذا هو الجواب الصحيح وبترك has seen إذن بضع دائرة على have seen نذهب إلى three there is a very well known أو deep castle in أزرك نفهمها بعض there is إيش ما there is هناك أو يوجد very well known أو deep castle in زركة يعني قلعة هاي القلعة إيش ما لها well known يعني معروفة مشهورة well known ما لاتها مشهور زي famous أو deep شو ما ديب عميق هل بحكي أنها قلعة مشهورة ولا قلعة عميقة إيش المنطق الناس بتستخدمه دائما والله يا أستاذ منطقيا إحنا بنحكي قلعة مشهورة ما عمر سمعت واحد بيقول قلعة عميقة فبالتالي بنحكي إذن ممتاز well known اللي معنتها مشهور هو الجواب الصحيح إذا أنتوا مش عارفين شما well known أكتبوها الآن على الدفتر well known نقطتين مشهور وإحفظوها قبل ما ييجي الامتحان نجعلها for I'd prefer إيش مات I'd prefer يا أستاذ ماتها أنا أفضل أنا أفضل ماذا أفضل go to go the face painting stall الآن go يذهب شما to go أن يذهب لأنها to من أحد معانيها أن إذا أجي بعديها فعل عادة بيكون معانتها أن طيب هل بحكي أنا بالعربي خلنشوف بالعربي بحكي أنا أفضل أذهب ولا بحكي أنا أفضل أن أذهب تحكي والله يا أستاذ لو واحد حكي أنا أفضل أذهب بنحس الجملة مخربطة مش صحيحة لكن لما بنحكي أنا أفضل أن أذهب هو الصح بحكي لكم بالإنجليزي نفس الشيء to go أن أذهب يعني باختصار بعد I'd prefer I'd prefer بستخدم to وفعل أوكي ماشي الحال إذن I'd prefer to go أنا أفضل أن أذهب الآن الحمد لله خلصنا question number two خلصنا السؤال الثاني طيب ننزل الآن للأسفل أوكي إلى هذه الأسئلة إلى هذا السؤال الجديد سؤال number three question three السؤال الثالث إيش مطلوب مننا هون يا أستاذ شوفوا هون order إيش يعني order يا أستاذ رتب مثل ما أنتم شايفين في عندي كلمات مخربطة بدي أرتبها طبعا الطريق الأفضل للتعامل مع هذا السؤال أول شيء أول شيء نقرأ كل الكلمات نفهم الكلمات ونحاول نعرف إيش الفكرة المطروحة في هاي الكلمات المخربطة نفهم شو الفكرة فأنا باجع على old بعرف أنها old معانتها قديم أو عمر سن صح ولا وباجع على tower وبعرف أن tower إيش ماتها برج طبعا يا أستاذ مش عارف شو ما تتور إنها برج بحكيك الآن أكتبها على دفتر الإنجليش وأكتب قبالها برج وأحفظها مهمة كثير بتفيدك في الامتحانات وبتفيدك كمان في السمات القادمة طيب 900 إحنا عارفين 900 is years شو ما تشيرز سنوات وذا يعني أل طيب ممتاز أنا في عندي مثلا في عندي برج وتسعمية سنة آه أوكي واضح أنهم بدهم يحكوا أنه هذا البرج عمره تسعمية سنة صح ولا طيب ممتاز إذن نحكي البرج عمره تسعمية سنة إذن نحكي البرج 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 يعني the tower ولا غلطان the tower فبيجي أنا هون بحكي the tower وهي the tower لاحظوا أنه الكلمة بتستخدموها كويسة تحط وتحتيها خط في الامتحان عشان ما تستخدموها مرة ثانية بالغلط طيب الآن احنا قللنا الكلمات اللي عنا the tower شو ما له عبارة عن يعني عمره تسعمية سنة في عندي مبتدأ وخبر البرج عمره تسعمية سنة في اللغة الإنجليزية بين المبتدأ والخبر يعني هون نستخدم فعل ب is أو are أو am فبستخدم هنا is إذن استخدمنا is فباجي هون بستخدم is ليش يا أستاذ استخدمنا is لأنه في ناس ما بيعرف ماتا بيستخدمها بين المبتدأ والخبر بعد المبتدأ فبحكي the tower is is إذ ما له 900 سنة 900 years هاي 900 سنة وهاي 900 years وبعدين العمر old طبعا ممكن واحد يحكي يا أستاذ ليش ما استخدمنا old هون ليش ما حكينا بورج عمره بحكيكو في اللغة الإنجليزية هيك الترتيب لازم تحفظوه هسا أنا لو سألتك كم عمرك how old are you بتحكيلي على سبيل المثال I am 11 years old I am 10 years old فold بتخليها في الآخر فنفس هذا نفس الشيء إذن حكينا the tower is 900 years old حطينا old في النهاية كويس تمام الآن نروح على التمرين اللي بعدي أو خلنحكي الجملة اللي بعديها الجملة اللي بعديها مثل ما أنتم شايفين في عندي كلمة white كلمة white إيش معناتها يا أستاذ عرض أو عريض العرض أو العرض يعني واسع أو عريض أوكي هذا هو معنات white أستاذ مش حافظها أكتبها وحفظها river ما معنى river river معناتها نهر أوكي أنا الآن شو استوعبت أنه إحنا بنحكي عن قديش عرض النهر صح ولا طيب is ماشي الحال هاي براح استخدمها بعد المبتدر بين المبتدر الخبر one hundred eighty nine أوكي هذا هو رقم the يعني l وميترز متر أوكي يا أستاذ نفهمت أنهم يحكوا أنه عرض النهر مية وتسعة وثمانين متر صح ولا ممتاز إذن شو بنحكي النهر الذكروا مثل ما هون old اللي هو العمر خلينا آخر إشي العرض رح نخليها كمان آخر إشي تمام ولو كان اللونج الطول رح نخليها كمان آخر إشي إذن هاي رح نخليها آخر شي فبنحكي أنه النهر the river اللي هو المبتدأ اللي أنا بدي أحكي عنه فبحكي the river النهر is بعد المبتدأ بنحط is هنا لأنه مفرد the river is is إيش مية وتسعة وثمانين متر one hundred eighty nine meters is one hundred eighty nine إيش meters أوكي بعدين بنحكي إيش wide أو هاي wide صار في عندي إذن استخدمنا كل الكلمات the river is one hundred eighty nine meters wide النهر عرضوه مية وتسعة وثمانين متر وذكروا أنه wide أو old أو long بنستخدمها في الآخر أو حتى deep عمق إذا بنحكي قداش عمق شيء معين طيب نروح على السؤال البعدية to to معنتها إلى مرات بيكون معنتها an طيب zoo طبعا حديقة الحيوانات going يعني بعروف يذهب on في أو على on ماتها على لكن إذا إجت قبل أحد أيام الأسبوع بيكون معنتها في they are they يعني هم يا أستاذ راحنا عارفينها وذ شو معنت they لو سألتكم ما معنى Friday يوم الجمعة طيب إذن أنا بفهم هنا أن القضية فيها حديقة حيوانات وفيها ناس بدهم يروحوا آه مين بدهم يروحوا هم ما بدهم يروحوا أوكي إذن فهمت أنهم هم ما بدهم يروحوا وين بدهم يروحوا على حديقة الحيوانات متى في يوم الجمعة إذن صارت الجملة واضحة صح ولا بدي أحكي هم يريدون أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات في يوم الجمعة هيك الترتيب المنطقي فبحكي هم they're يعني they are وهي they're they are لأنه أخدت أنت المضارع المستمر هاي جملة مضارع مستمر مراتب نستخدمها للمستقبل طيب هسا كمان شوار راح نتكلم عن هاي القاعدة إن شاء الله their هم هم شو مالهم هم ذاهبون إلى فبنحكي they're going to لاحظوا ترتيب الجملة بيصير أسهل لما الواحد يشتغل بشكل منطق ومنظم يذهبون إلى إلى وين بدهم يروحوا بدهم يذهبوا إلى يوم الجمعة ولا بدهم يذهبوا إلى حديقة الحيوانات طبعا إلى الزو حليقة الحيوانات فباجي هون to to the zoo ليش يا أستاذ حطينا the لأنه حديقة الحيوانات فبحكي the zoo الحيوانات حديقة الحيوانات متى بنروحوا على حديقة الحيوانات في يوم الجمعة يا أستاذ on معناتها على ليش حكيت فيه لأنه قلنا on معناتها على صحيح لكن إذا إذا إجي بعديها أحد أيام الأسبوع بتحول معناها إلى فيه فباجي هون وبكتب on إيش Friday في يوم الجمعة أوكي تمام هي هيك الحمد لله خلصنا هاي الجملة والجملة صحيحة سريمة إذن نذهب الآن إلى السؤال التالي question number four إحنا في عندنا هون خمسة أسئلة إذن هذا السؤال قبل الأخير إن شاء الله أنكم قاعدين تستفيدوا أوكي بذكركم مرة ثانية بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب question five إيش بيحكي لي complete أكمل طبعا أنتم متعودين على هذا النوع من الأسئلة في عندي فراغات في عندي فعل بين قوسين هذا الفعل ممكن أحيانا أني أغير فيه بحيث أضعه كما يجب في الفراغات طيب بداية بنيأتي على فاطمة طبعا هذا حوار بين فاطمة ونادية فاطمة بتسأل سؤال بتحكي what وفراغ you فراغ do on Saturday نادية طيب نحاول نفهم طبعا هاي الجملة من أسهل الجمل what ماذا or you أنت أو أنت يعني فاطمة بتحكي لنادية شو أنت do ما معنى do يا أستاذ do معناتها يفعل إذا مش حافظينها هذا شيء خطير لازم تحفظوها do على الدفتر الآن do معناتها يفعل أو يعمل on Saturday يعني في يوم السبت يا نادية إذن أنا فهمت أنها هاي فاطمة بتحكي ماذا سوف تفعلين في يوم السبت يا نادية طيب ماذا سوف تفعلين طبعا إحنا أخذنا أنه المستقبل سوف تفعلين ممكن عبر عنه بالمضارع المستمر ممكن واحد يحكي يا أستاذ والله أنا المضارع المستمر بسمع عنه سمعة بس ما بعرف شو يعني بحكي المضارع المستمر هاي مراجعة للجميع السريعة خلال 30 ثانية المضارع المستمر بتكون من عنصر يعني العنصر الأول اللي هو إما بستخدم am أو is أو are واحد من هذول هذا العنصر إيش الأول طب شو العنصر الثاني يا أستاذ أنه الفعل بضيف له ing طيب طيب يا أستاذ إذن الآن هاي العنصر الأول وهي العنصر الثاني بالنسبة للعنصر الثاني do ing رح حط أضحها هنا هاي واضحة كثير صح ولا يعني شوفوا كيف هسا هاي do شو رح تصير doing صح ولا doing ليش يا أستاذ لأنه بتضفنها ing طب يا أستاذ هاي وين هاي بحطها طبعا في الفراغ الأول ال you شو بتوخذ am ولا is ولا r والله يا أستاذ احنا متعودين ال r بتوخذ ال you بتوخذ r لأنه نحكي how are you فال you بتوخذ r فبحكي اوكي هاي r what are you doing هيك احنا يا أستاذ حلينا نعم حلته سهل كثير ووسيطة بذكركوا بشيء إنه بالمضارع المستمر المضارع المستمر لما يكون عندي سؤال بضع ال am أو ال is أو ال r بعد أداة السؤال هاي ملاحظة بسيطة صار عندي what are you doing ماذا تفعلين في يوم السبت أو ماذا سوف تفعلين في يوم السبت الجواب بيجي من نادية تحكي I أنا go shopping with my mother أنا ذاهبة للتسوق مع أمي الآن ولا يوم تسبت طبعا يوم تسبت صح ولا هذيك بتحكي لها انت شو رح تعملي في يوم السبت بتحكي لها أنا رايح على التسوق مستقبل ولا مش مستقبل مستقبل كيف رح أعبر عن المستقبل بالمضارع المستمر كيف أعملها يا أستاذ هاي مضارع مستمر مدامكو أنتو حفظين هذول العنصرين إن شاء الله ما عليكو خوف إذن باجي الآن بدأ أختار واحد من العنصر الأول هل بحكي I am ولا I is ولا I are يا أستاذ مبينة I am عمرها ما صارت I is بحكي لكو صحيح فباجي هون وبحكي I am طيب خلصنا يا أستاذ لا لحظة ما خلصنا في عندي العنصر الثاني ال I in G بنضيفها للفعل يعني go شو راح تصير go بضيفي لها I in G بتصير going صح ولا وهي going هيك حللنا يا أستاذ نعم هيك حللنا الحمد لله إذن هيك إحنا صوينا حل صحيح لهذا السؤال إذن هون في عنا are doing وهون في عنا I am going أوكي الآن بتصور إنه صار أسهل إنكو أنتو تكملوا الباقي خلين نكمل مع بعض حاول إنكو تحلوا معايا ما بحل لحالي بس ثم we have lunch سوف نتناول الغداء كيف راح نكتبه هون نفس الشيء عنصرين we نحن شو بنحكي we am ولا we is ولا we are والله يا أستاذ مدام we ما نتها نحن جمع بتأخذ R بحكي لكم bravo عليكم ممتازين فبنيجي هون بنكتب إيش R وهاي كتبنا R العنصر الثاني ing يعني have بزيد لها ing هي have انتبهوا قبل ما أزيد ing لأنه آخر حرف E بحذف E شوفوا مرة ثانية بحذف E بعدين بزيد ing اوكي اتذكروا إذا بدي أزيد ing والفعل آخر بحذف ال E قبل ما أزيد ing اوكي اوكي حلناها يا أستاذ نعم حلناها والحمد لله الأمور سهل وبسيط ان شاء الله طيب نيجي هون نكمل we are having lunch with my aunt رح نتغدى مع عمتي أو خالتي would you like to come حابة تيجي الجواب بيجي من فاطمة بتحكي I am sorry نادية أنا آسف يا نادية له ليش I can't لا أستطيع طب ليش لأنه بتحكي أنا بدي أساعد أمي في البيت في يوم السبت طيب أنا بدي أساعد أمي أنا سأساعد أمي مرة ثانية في عند العنصرين I am helping I am helping مش هيك احنا تعلمنا فبنيجي هون بنحكي I am helping أوكي إن شاء الله إنه ما يكون في أي صعوبات طيب ممتاز هي هيك الحمد لله إحنا خلصنا هذا السؤال فإذا أجاكم سؤال هذا السؤال أو شو السؤال يعني شبيه إلو نفس الفكرة المهم فالمفروض إن شاء الله أنكم تجاوبون غير أي مشكلة بنيجي الآن لآخر سؤال اللي هو سؤال number five السؤال الخامس طيب في عندي match صل أو طابق مثل ما أنتم شايفين في عندي box صندوق في عدة كلمات نقرأ الكلمات بالله بالأول دائماً لما زي هيك بالأول ابدوا بقراءة الكلمات عشان تعرفوا شو في عندكو خيارات phone كلنا عارفين شو ما أنت phone و office office يعني يا أستاذ مكتب office مكتب station ايش ما أنت station يا أستاذ يعني محطة مش عارفينها اكتبوها هي ومعناها station محطة زي train station محطة القطار reef شو ما أنت reef reef يا أستاذ يعني المرجان طيب pool pool يعني الحوض يعني زي حوض السباحة أو ما شابه pool يعني الحوض حوض طيب شو هاي الكلمة هاي الكلمة plane ما معنى plane معناها طائرة لو سألكو ايش هاي الكلمة center طيب شو معنات center center يا أستاذ معناتها مركز طيب آخر كلمة سهلة صح ولا ايش هي drink يعني يشرب أو شرب طيب كويس نيجي هون model يترى بحكي model phone model office بناء على الدروس اللي أخدتوها احنا تعودنا نحكي model plane يعني اللي هي نموذج الطائرة طائرة مش حقيقية نموذج طائرة صح ولا فبالتالي أنا بحكي هون ايش هاي الحمدلله أنا هيك استخدمت ماذا استخدمت كلمة plane فبشطب عليها هيك أن أنا استخدمتها أوكي وباجي بكتب هون plane model plane وأنا بنصحكم في هاي الأسئلة أنكم تشطبوا أو تحطوا خط إذا كنتوا بحبر حطوا خط تحت الكلمة عشان إذا اخطأتوا ما بتعرفتم فبالتالي بنيجي هون two sports sports سبوت رياضة طبعا بتيجوا أنتوا تجربوهن واحدة واحدة إذا ما عرفتم مباشرة هل بحكي تليفون رياضة لا ما باع فبتلاقي تجري فين واحدة واحدة بتلاقي أنه مركز رياضة مركز رياضي والله هي زابطة أكثر إشي فبحكي هيك يعني الأمر صار منطقي جدا فباجي بسطب على center أوكي لأني راح أستخدمها هون وهي center أوكي أوكي هيك ري تمام sports center نيجي الآن لthree mobile mobile بتحكي لي سهل يا أستاذ mobile phone بحكي لك صحيح هاي mobile phone وهاي mobile phone طيب نيجي على four post post إيش post post يعني بريد post يعني البريد post office مكتب البريد زابط طبعا ولا لا أه ولا زابط يا أستاذ وهي office post office قبل ما نكمل إذا حابين أنكم تأخذوا كمان امتحان ثاني وثلاثة زي هيك عشان يصير احتمالية أن الأسئلة هاي ممكن تيجي معاكم في الامتحان بالفعل شاركوا هذا الفيديو مع أكبر قدر ممكن من أصدقائك وحتى إن شاء الله يصير في تفاعل أكثر وإن شاء الله راح نزل لكم امتحان رقم اثنين وإذا تفاعل كبير جدا راح نزل كمان امتحان رقم ثلاث طيب في عندي هون فيزي طبعا بتوقع بجوز أكثر من نصو الطلاب ما بعرف شو معنات فيزي فيزي اللي هو الفوار أوكي أو الغازي طيب هيك معناته راح أستخدمها مع شو باستخدمها مع درينك اللي هو المشروب الغازي أو المشروب الفوار أوكي فباجي بحكي فيزي درينك فهون بحكي فيزي درينك لا تنسوها فيزي مع درينك عادة بيجوا مع بعض أوكي طيب نجعى سويمينج سويمينج إيش سويمينج سباحة آه يا أستاذ خلاص عرفتها سويمينج بول حوض السباحة بحكي لكم صحيح وبرافو عليكم وهي سويمينج بول أوكي تمام أوكي بنيجي الآن لسفن سبعة كورال كورال يعني اللي هو المرجان وفي عندي ريف مع بعض بيصير عندي الشعاب المرجانية أوكي إذن كورال ماتها مرجان وريف ماتها شعاب فكورال ريف مع بعضها شعاب مرجانية فباجي هون كورال ريف يعني صارت شعاب مرجانية طيب تمام ظل عندي آخر شيء لا ذو في عندي هون بس إيش ظل عندي station station محطة fire station محطة الإطفاءية station أو محطة الإطفاء fire station بنصحكم أنكم يعني إذا في كلمات جديدة عليكم تحفظوها تحطوها في دفتر فهذه الأزواج الكلمات هذه عادة بتيجي مع بعض هيك الحمد لله بنكون خلصنا امتحان اليوم يريد أنكم ما تكون نسيتوا الاشتراك ولا تنسوا الآن تشاركوا هذا الامتحان هذا الفيديو تشاركوا مع أربعة خمسة من أصدقائك وقدر الإمكان سيد رادم ساعد يحييكم نراكم إن شاء الله في الامتحان النهائي رقم اثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة